المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله عرض المساء لإخباري من قناة الشروق نسهله بالعناوين اللجان المشتركة بين أطراف التفاوض تبدأ وأعمالها استعدادا لوضع مصفوفة وجداولة لتنفيذ اتفاق السلام وقع بالأحروف الأولى في جبا على اتفاقية السلام ولاية الخرطوم توجه نداء لسكان الضفاف النيل باتخاذ الحيطة والحذر بظل توقعات بتعرض الخرطوم لموجة ارتفاع جديدة في المنسوب مرحبا بكم إلى التفاصيل بدأت اللجان المشتركة بين أطراف التفاوض أعمالها اليوم بفندق كراون في العاصمة جبا بحضور رئيس فريق الوساطة تود قلواك وعضو مجلس السيادة رئيس مسار المنطقتين شمس الدين كباشي وقادة الوفود وتناول الاجتماع إعداد مصفوفة وجداولة لتنفيذ اتفاق السلام بين الأطراف الذي تم التوقيع عليه يوم الاثنين الماضي حيث استعرض الاجتماع مقترحات وتصورات الوساطة حول كيفية الوصول إلى مصفوفة شفافة لتنفيذ الاتفاق وقال إسماعيل التاج عضو الوفد الحكومي المفاوض إن الاجتماع عكس جدية الأطراف في تحويل الاتفاق إلى مصفوفة واضحة وملزمة برعاية الوساطة واضحة تاج أن تحويل اتفاق السلام إلى أرض الواقع يبدأ بالمصفوفة وهي الخطوة الأولى لتحويل الاتفاق لخطة عمل حقيقية بدأنا يوم في جوبا المرحلة الأولى في تحويل اتفاق السلام إلى جداول وهو ما يعرف بالمصفوفة ودي الخطوة العملية الأولى لتحويل الاتفاقية إلى خطة عمل حقيقية يمكن تنفيذ على أرض الواقع نوع النشاط من يقوم به المدة الزمنية الأموال تكوين الجهات المناطبية تنفيذ هذا النشاط إضافة إلى أي ملاحظات أخرى فهذه هي بداية عملية حقيقية وخاطب الجلسة اليوم المستشار توت قلواك ومرة أخرى وثانية وثالثة أثناء على العمل الكبير الذي قامت به الأطراف جميعا ونغل تحقيات الرئيس سالفاكير ميار ديت رئيس جمهورية ينوب السودان وأمنياته إلى السودان بالتوفيق وتحقيق السلام نحن الآن في مرحلة مفصلية تحويل السلام إلى واقع معاش يبدأ بهذه المصفوفة بهذه الجداول وبعد ذلك كيفية توفير كل الأموال المطلوبة وكيفية تحويله لأرض الواقع من جهته أوضح ياسر سعيد عربان نائب رئيس الحركة الشعبية الشمال الجبهة الثورية أوضح أن اجتماع اليوم يمثل خطوة عملية جادة لتنفيذ الاتفاق مؤكدا أن الاتفاق يعتبر اتفاقا تاريخيا ووحد كل مكونات العمل الثوري من أجل بناء وإعمار البلاد ونهضتها هذا الاجتماع هو بداية عملية لتنفيذ الاتفاق فغطرحت الوساطة مخترحات تحول كيفية الوصول إلى مصفوفة التنفيذ تحتوي على جداول وأزمنة وتحتوي على الجهات المنفذة وغيرها من غضايا مرتبطة بالتنفيذ الاتفاق خاطبه المستشار تود وكان التركيز الرئيسي أن هذه الاتفاقية بفرصة عظيمة بالنسبة ليس فقط لشعب السودان بل لشعبي السودان في دولتي السودان جنوبا وشمالا رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو قوتريس بالتوقيع بالأحروف الأولى في جبا على اتفاقية السلام بين حكومة السودان والجبهة الثورية السودانية وجيش تحرير السودان بقيادة مني أركم الناوي وقال بيان صادر من مكتب الأمين العام أن السيد الأمين العام يهني الشعب السوداني على هذا الإنجاز التاريخي العظيم ويثني على أطراف المفاوضات لإرادتهم السياسية وتصميمهم على العمل من أجل تحقيق الهدف المشترك للسلام حيث ثمن الأمين العام دوار حكومة جنوب السودان والرئيس الفكير ميارديت بتسهيل المحادثات ودع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبدالعزيز الحلو وحركة تحرير السودان عبدالواحد نور للانضمامه لعملية السلام وأعلن الأمين العام التزامه الكامل لدعم تنفيذ هذه الاتفاقية رحب الحزب الاتحادي الديمغراطي الأصل بتوقيع على ترتيبات السلام الذي تم بين حكومة الفترة الانتقالية والجبهة الثورية ببدينة جبا عاصمة الدولة جنوب السودان واعتبر الحزب في بيان تحصلت عليه سونة هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في طريق بناء الدولة السودانية المستقرة القائمة على أسس الحرية والسلام والعدالة ودولة الرفاه والسلم الاجتماعي التي شرع الشعب في تلمس طريقه إليها منذ الاستقلال الذي كان اللبنة الأولى في بنائها أشار الحزب بالترتيبات الأمنية التي تم التوافق عليها لبناء جيش وطني موحد بعقيدة قوية تستشعر كل مكونات الشعب ولفت الحزب إلى النظرة القومية لإعلان قضايا السلام والوحدة الطوعية الذي تم توقيعه مع الحركة الشعبية الشمال بقيادة القائد عبدالعزيز آدم الحلو ودع الحزب القائد عبدالواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان لإكمال عقد السلام العادل والمستدام في سودان جديد عبر مصاعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الإفريقية السفير تيبور أنجي عن سعادته بتوقيع الحكومة الانتقالية والجفة الثورية والحركة الشعبية بالأحروف الأولى على اتفاق السلام بينهما في عاصمة جنوب سودان الجبة بداية الأسبوع وقال في تغريدة على تويتر سعدت برؤية الحكومة الانتقالية السودانية التي يقودها مدنيون وهي توقع اتفاق سلام على عديد من جماعات المعارضة في السودان أضاف مساعد وزير الخارجية هذه خطوة أولى مهمة في إعادة بناء الأمل والاستقرار في دارفور والمجتمعات الأخرى المتضررة من الصراع في السودان قال مستشار رئيس حركة العدل والمساواة السودانية أبو بكر حابدنور إن التوقيع بالأحروف الأولى على بروتكولات السلام بجبة بين الحكومة الانتقالية ومكونات الجبهة الثورية جاء بعد مخاض عسير لمفاوضات ماراثونية امتدت لما يقارب العام أشار إلى أن حركته مع رصفاتها من حركات قوى الكفاح المسلح بالجبهة الثورية قد أخذت على عاتقها مسؤولية أن تتضمن اتفاقية السلام الجديدة كافة المعالجات اللازمة لجذور الأزمة السودانية التي ظلت تراوح مكانها منذ الاستقلال وعلى رأسها قضايا الحكم والهوية والتوزيع العديل للثروة والسلطة وإزالة التهميش استقبل وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين اسماعيل بمكتبه ظهر اليوم السفير النرويجي باردي هوبلاند لوداعه بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد وبحث اللقاء عدة جوانب تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك التعاون والتنسيق في المحافل الدولية متعددة الأطراف أعرب السيد الوزير عن تقديره للدور البناء الذي ظلت تلعبه مملكة النرويج تجاه السودان بدءا من رعايتها لاتفاقية السلام الشامل وحتى اليوم معربا عن تطلعه لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات الأكاديمية والطاقة من جانبه أعرب السفير عن تقديره للسودان حكومة وشعبا على ما وجده من كرم الضيافة وتعاون خلال فترة عمله بالبلاد والتي استمرت لأربع سنوات تفق الجانبان على مواصلة التعاون والتنسيق في المحافل الدولية والإقليمية نفذت القوى الأمنية المشتركة بولاية كسلا في إطار حالة الطوارئ المعلنة بالولاية نتيجة للأحداث التي شهدتها مدينة كسلا خلال الأيام الماضية على ضوء تداعيات تعيين الأستاذ صالح عمار واليا للولاية ما بين الرفض والقبول نفذت حملات تفتيشية واسعة النطاق شملت الطرقات والمداخل الرئيسية للمدينة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة البيضاء والنارية بعد عمليات تفتيش للمواطنين والمركبات العامة والخاصة بالإضافة إلى ضبط عدد كبير من الدراجات البخارية المخالفة للإجراءات لإجراءات الترخيص والمرور وفي هذا الإطار وقف مدير عام شرطة الانتشار الأمني للقوات المعنية بحفظ وضبط الأمن بولاية كسلا وجهت ولاية الخرطوم نداءا لسكان الضفاف النيل بفروعه المختلفة وسكان الجذر اتخاذ الحيطة والحذر عقب بيان لجنة الفيضان بوزارة الريو الموارد المائية بتعرض الخرطوم لموجة ارتفاع جديدة في منسوب النيل اعتبارا من اليوم الأربعة بزيادة أربع سنتمتر استقر في منسوب 17.56 خلال الثلاثة أيام القادمة أكدت الولاية استمرار الاستنفار المعلن ووضع كل إمكانيات الولاية البشرية والآليات والشركاء في حالة استعداد قصوى لمواجهة أي طوارئ تحدث جراء ارتفاع منسوب النيل مع استمرار التدخلات الحالية لمعالجة الضعف في المصدات الترابية وإيواء المتضررين وتقديم العون لهم استنفار ده كان استصحبوا استنفار من كل الجهات في الولاية الجهات الرسمية من الأجهزة الأمنية والمنظمات والشركات الخاصة وكان التعاون كبير جدا من الكل وبفضل الله قدرنا نسيطر على قدر كبير منه ما زال المنسوب عالي يمكن وصل لـ 17-51 أحدث فيضان هذا العام خسائر كبيرة بجزيرة توتي وتسببه في تدمير عدد من المنازل وتشريد العشرات من المواطنين أظل مواطنون توتي يشكلون ملحمة رائعة توارثوها جيلا عن جيل حيث عاش سكان الجزيرة لحظات عصيبة تجلت فيها أقفتهم وقوة عزيمتهم لمواجهة مخاطر الفيضان كاميرا الشروق كانت حاضرة مع أهل توتي نهار هذا اليوم فنحن كريسون جهدنا معانا الشباب جزاونا الله خير نعني شباب صحي صحي نعني الواحد يتطمم بأنه من يخلفوه موجودين الحمد لله يتربوا تربية بتاع الترس وماشيين في الراية والراية إن شاء الله تكون مرفوعة حتى ما ولدهم بطنمه يكون برفع الراية بتاع الترس ومواطنين توتي والخطر بتاع توتي هم بيصدرواه نعني الليلة من الصباح الشباب ديل واكفين لهم ثلاثة يوم كسر في الحتة الفلانية بيجروا لغاية ما أمنوا كسر في الحتة الفلانية بيجروا لغاية ما أمنوا نعني الليلة لنا ثلاثة يوم نحن فيه كسر وجروا أمنوا بيجروا قبال ما يصلوا بيوتهم بيضربوا لهم تلفونات بيقولوا هم البحر كسر في الحتة الفلانية بيجروا أمنوا نحنوا أبناء اليمن هنا في السودان في قزيرة توتي مع ارتفاع البحر والفيضان الذي خشى هذه الأيام على البحر أبل يمنيون إلا أن يساهموا مع ناس الترس باللهقة السودانية مع ناس الترس أن يعملوا لأيدي العاملة والناس الشغالين حوالي قزيرة توتي يعملوا لهم غدا وبطريقة يمنية وتوتي يعني واقفين وقفة يعني لا أتي منهم واقفين من البحر ذا قام لحد أستي إحنا واقفين ما في مرأة قاعدة ما في رأيجل قاعد شباب بنات شباب شباب أولاد والريال موظفين بنك موظف بتاع الشركة الدكتور كلهم في البحر والبحر ذا ما قالونا أخونا يوسف ما بيقول تراتة واربعين وستة واربعين البحر ذا أنا ما أشوفته قبل كده أنا ما أقول يوسف لكن المحل ذا البيعي دي أنا ما أشوفه الصلاة البابورة الكبيرة ما بيطلع فيها وهسا أنا لها أربع يوم أستحايم هسا في نزول بسيط لكن برضو خطر صراحة السنة دي 2020 دي الفيضان دا يعني أبواتنا وعماملوا كلمونا إنه ما حصل أصلا فيضان زي دا يعني حتى المنطقة الواقفين فيها هي الجهة الشمالية الشرقية ويسميها رويس فالبحر هنا أصلا ما فيه مشكلة يعني أصلا الناس ما بيشلوهم الناس كلها بتكون مشغولة بالجنبات الشرقية والجهة الجنوبية فالسنة دي صراحة البحر يعني المنصوب بتاعه كان عالي جدا يعني حقيقة يوجد أسر طلابية وأسر من الجالية اليمنية يسكنون في توتي وحقيقة علاقة اليمنيين بالسودان علاقة قديمة والسودان في السنوات الأخيرة مدوا لنا يد العون ولن ننسى لهم هذا الجميل وسكن اليمنيين في جزيرة توتي أصبحوا من أهل توتي فالذي قدمه اليمنيين مبادرة اليوم من الوقوف مع أهل توتي في التيرس وفي مساندة أهل توتي وصلت ولاية سنار قافلة الدعم والمساندة لمتضرر سيول والفيضانات مقدمة من منظمة الاغتنام للتنمية البشرية كمنحة من مركز الملك سليمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شملت القافلة تسعين طن من مواد الإيواء والغذاء وقال رئيس منظمة الاغتنام انتصر البشر سيد أحمد أن تسير القافلة سنار جاء لمساندة أهل وحكومة سنار في الكوارث التي ضربت الولاية جراء سيول والفيضانات مشيرا إلى أن المنظمة ومن منطلق دورها الإنساني ستقدم مزيدا من المساعدات الإنسانية للمتضررين من جهته امتدح والي سنار الماحمة حمد سليمان الأدوار الإنسانية لمنظمة الاغتنام وأقفتها مع المتضررين بالولاية وأضح الماحي أن ولايته تعرضت لأضرار كبيرة جراء سيول والفيضانات نحو إنسانية بلا حدود هذا شعار مركز الملك سلمان للإغاث والأعمال الإنسانية الذي يأتي بهذه المساعدات انتدادا لما قدمه من قبل في هذه الولاية وفي السودان ككل وإن شاء الله هذه باكورة لأعمال الإغاثية في هذه الكوارث ستنطلق لتوزع هذه المساعدات للمحتاجين في المحليات المحددة من قبل المزولين من العول الإنساني في الخرطوم وبنطمع في مزيد من التعاون معهم لصالح إنسان الولاية لصالح سون كرامتو في ظل الدولة الجديدة دولة الحرية والسلام والعدالة فرض فيضان النيل خيارات قاسية على سكن الجذري في شمالي ولاية نهر النيل وبينما غمر الفيضان بعض الجذري وضع أخرى تحت التهديد المباشر وهو ما جعل أمر إخلاء الجذري قسريا وتهجير قاطنيها أمرا ضروريا كغيرها من الجذر المغمورة بمياه فيضان نهر النيل توارت الجزيرة كرني عن الأنظر أخفغت المحاولات المستمتة في تأمينها لأن ما حدث كان فوق كل التوقعات لم يتسكنها بدا من الخريج القسري بحثا عن ملاذات آمنة حفاظا على أرواحهم وما تبقى من ممتلكاتهم كل الناس الآن خارج الجزيرة كل المساكن جوة الإحصائية بتاعتها أكثر من 500 بيت نهارت تماما الناس الآن مشردين محتاجين الآن لإحتياج احتاجنا الأول الآن لأنه تجينا معينات لطرحيل الناس من داخل الجزيرة للخارج ما يقارب الستمائة منزل بالجزيرة كرني أضحت أثرا بعد عين افتقد أصحابها المأوى وتكبدوا خسائر فادحة جراء ذلك يبقى المأمول والمرتجة غوث وعون يجبر الضرر ويخفف البلاء ويزيح العسرة التزمت الحكومة الولاية باستقلاب خيام عدد من الخيام والآن مع المنظمة 35 خيمة وإن شاء الله سبحانه وتعالى تتم المتابعة اللصيغة بواسطة ولاية نهر النيل الارتفاع غير المسبوق في مناسب الفيضان لم تأمم منه الكثير من القرى الواقعة على طول شريط النيل ليصبح واقع المأساة فيها والجزر سيان في حجم الدمار ورحلة البحث عن الأمن نحن الموقع الفيوذي جغرافيا منطقة هي أصلا منطقة واطئة لو نحن لقينا في الولاية اتهيات لنا منطقة في المناطق السكنية الموجودة حسب علمنا أنه مثلا في المناصير غري ستة أو في اليتم أو في أي منطقة جاهزة ده أقرب حل بيكون بالنسبة لنا نحن يعني حل يعوضنا عن مناطقنا دي لأنه مناطقنا دي البحر ده نحن السنة العيشنا فيها البحر ده قبل كده المنطقة ديها برضو حكومة ولاية نهر النيل التي بدت مثقلة بهموم المتأثرين المنقوبين بفيضان النيل أرسلت مناشداتها العجلة للمنظمات والخيرين لإسناد جهودها في إعانة المتطررين آنيا مستقبليا المنظمات يا جماعة المنظمات تجين بما لديها ما تطلب مننا يا جماعة أنتو حوجاتكم شنالحوجة معروفة خيام مؤن الغورة دائرة مهندسين يا جماعة أي مهندس عايز يتطوع مدني مهندس كهرباء عمال يتطوعوا إن صالونا في الأمانة يعملوا كشوفاتهم بإذن الله تعالى أجروا من ربنا والعايز أجر مننا بإذن الله ندلوه أصام الحكيم الشروق ولاية نهر النيل محهد وعلوم الزكاة بالتعاون مع المجلس الإسلامي ولاية فشودة بجمهورية جنوب السودان احتفلوا بتخريج الدارسين والمشاركين في دورة علوم الزكاة وتضويقاتها المعاصرة برعاية الأمين العام لديوان الزكاة مولانا أحمد عبدالله عثمان وبحضور أمين الزكاة بولاية النيل الأبيض محمد أحمد نور الدين والأمين العام للمجلس الإسلامي ولاية فشودة نجم الدين باي ناصر ومدير محهد علوم الزكاة ومدير محهد علوم الزكاة وممثل الأمين العام لديوان الزكاة أعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية دارفور بولاية شمال دارفور أعلنت أعلنت وزارة التربية والتوجيه بشمال دارفور نتيجة امتحانات الأساس للعام 2020 التي جلس لها أكثر من 530500 تلميذ وتلميذة من جملة 36900 متقدما حيث نجح منهم ما يقارب 16000 تلميذ وتلميذة وبلغت نسبة النجاح 43.90% وعز المدير العام لوزارة التربية والتوجيه تراجع نسبة النجاح وعدد الناجحين إلى الظروف السياسية والصحية التي أوقفت الدراسة وأثرت على سير العام الدراسي هذا وقد حاز التلميذ محمد المؤتمن فيصل من مدرسة زين العابدين الخاصة بالفاشر على المركز الأول بمجموع 278 درجة تبوأت محلية الواحة المركز الأول بين المحليات بنسبة نجاح مئة بالمئة كل المتقدمون في الولاية بالنسبة للنزام الأكاديمي 36.993 الجالسون في الولاية الزكور 27.347 والجالسات 18.190 العدد الكل 35.537 الناجون من الزكور زارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطون تؤكد أهمية جمع البيانات والإحصائيات في التخطيط السليم والمستدام لتقديم السلع والخدمات لمواطني الولاية ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم إلى أخبارنا العالمية منح نواب التونسيون فجر اليوم الأربعات ثقة لحكومة التقنقرات برئاسة هشام المشيشي في خطوة جنبت البلاد خيار حل مجلس النواب والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة إلا أنها لم تعالج الاضطرابات السياسية المستمرة لـ 46 عاما من القضاة والأكاديميين والموظفين من القطاعين العام والخاص غالبيتهم غير معروفين من الرأي العام ثقة 134 نائبا من أصل 217 تصبح بذلك ثاني حكومة تحصل على ثقة مجلس النواب في غضون ستة أشهر قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده رفعت القيود المفروضة على بيع سلع وخدمات دفاعية غير فتاكة لجمهورية قبرص للسنة المالية القادمة وانتقدت تركيا الخطوة الأمريكية ولوحت باتخاذ خطوات للرد عليه واصف بومبيو جمهورية قبرص بأنها شريك رئيسي للولايات المتحدة شرق البحر الأبيض المتوسط معلنا في تغريدة على تويتر أنه يعمل على تعميق التعاون الأمني معها من جهتها انتقدت الخارجية التركية قرار الولايات المتحدة برافع الحظر عن تصدير الأسلحة للشطر اليوناني من قبرص احتشد ألاف البلغاري أمام مقر البرلمان في صوفيا اليوم الأربعاء بأحد أكبر الاحتجاجات حتى الآن خلال شهرين من المظاهرات والتي تطالب باستقالة رئيس الوزراء بوكيو بوريوس ووقعت مناوشات بين المحتجين والشرطة وقال قائد شرطة صوفيا أن المحتجين هزوا سيارات الشرطة وتعرض نحو عشرين شرطيا لمادة مشهولة أطلقها عليهم المحتجون وتزامن هذا الاحتجاج الحاشد مع الجلسة الأولى للبرلمان بعد العطلة الصيفية وسمى المتظاهرون احتجاجهم بالانتفاضة الوطنية الكبرى للرد على خطة الحكومة لوضع دستور جديد في أخبار للاقتصادية أكد مدير عام وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم أبو بكر محمد نور المحجوب أهمية جمع البيانات والإحصائيات في التخطيط السليم والمستدام لتقديم السلع والخدمات لمواطني الولاية وذلك انفاذا لمشروع الحصر الأسري وناقش الاجتماع المشترك بين الوزارة والجهاز المركزي للإحصاء ومجموعة حلول من أجل الوطن اليوم ناقش مشروع الحصر الأسري لولاية الخرطوم الذي سينطلق قريبا ويستهدف جمع بيانات السكان والأنشطة وأمن الاجتماع على أهمية التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة والتجارة الاتحادية ووزارة التنمية الاجتماعية والهيئة القومية للاتصالات من أجل تنفيذ هذا المشروع وقع وزير ثروة الحيوانية والسمكية المكلف دكتور عادل فرح دريس مذكرة تفاهم إسفيريا مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية الإثيوبي دكتور عمر حسين بخصوص التحكم ومكافحة الأمراض العابرة للحدود وأوضح فرح في تصريح صحفي عقب التوقيع أن مذكرة التفاهم مع إثيوبيا تشمل تأهيل المحاجر والعيادات البيطرية ونقاط التفتيش على طول الطريق بين البلدين أضاف أن العمل بخصوص التحكم في الأمراض العابرة للحدود بدأ منذ العام الماضي وتوقف بسبب جائحة كورونا والتغيير في الهيكل الوزاري بالسودان وتم اليوم تفعيل هذه الاتفاقية أضاف أن هذه الاتفاقية سبقتها اتفاقية مع حكومة جنوب السودان في نفس الإطار فاقت المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة من الذرة والسمسم ودخرة الشمس والفول السوداني والدخن والقطن المصري وزهرة الشمس بولاة القضارف الخمسة ملايين فدان من جملة المساحات المستهدفة والبالغة ستة ملايين فدان اطمأن والي القضارف سليمان علي محمد موسى خلال زيارته التفقدية للمنطقة الزراعية الجنوبية اطمأن على الموسم الزراعي من حيث التأسيس الجيد للمحاصيل المختلفة بمنطقة كومشتا بمحلية القلابات الغربية حيث وقف الوالي على نماذج من الزراعة لصغار المزارعين تم فيها استخدام كافة التقنات الزراعية بتمويل من منظمات الشراكة الافريقية كما وقف بمنطقة الكفاية على نماذج لمحاصيل الفول السوداني وفول الصوية والقطن البصرية ختام جولتنا الإخبارية إليكم تذكيرا بأبرز العناوين اللجان المشترك بين أطراف الطفاوط تبدأ أعمالها استعدادا لوضع مصفوفة وجداولة لتنفيذ اتفاق السلام الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالتوقيع بالأحروف الأولى في جبه على اتفاقية السلام بالآية الخرطوم توجه نداءا لسكان الضفاف النيل باتخاذ الحيطة والحذر في ظله توقعات بتعرض الخرطوم لموجة ارتفاع جديدة في المنسوب تكامل عرضنا للإخبار وفي ختامه تحياتي والفريق العامل حتى جديد اللقاء في أمان الله اشتركوا في القناة